مرحبا بكم طلابي الأعزاء طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس اللغة العربية معكم المعلمة هاني خلف من مديرية التربية والتعليم جنين أنوان درسنا لهذا اليوم الأسماء المعربة والأسماء المبنية ما أقسام الكلام؟ أحسنتم أقسام الكلام هي الاسم والفعل والحرف ما أنواع الجمل في اللغة العربية؟ أحسنتم تقسم الجملة في اللغة العربية إلى نوعين هما الجملة الاسمية وهي الجملة التي تبدأ باسم والجملة الفعلية وهي الجملة التي تبدأ بفعل والآن عزيز الطالب يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكون قادرا على تعرف الاسم المعرب تعرف الاسم المبني تصنيف الأسماء إلى أسماء معربة وأسماء مبنية التمثيل على الأسماء المعربة والأسماء المبنية في جمل مفيدة والآن هيا بنا أعزاء الطلبة نقرأ أمثلة المجموعة الأولى قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها لنتأمل الكلمات التي تحتها خطوط الساعة 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 ما نوعها من حيث أكسام الكلام أحسنتم إنها أسماء ما حركات أواخرها إجابات صحيحة الساعة في المثال الأول الضمة لأنها جاءت فاعلا مرفوعا الساعة في المثال الثاني الفتحة لأنها اسم إن الساعة في المثال الثالث الكسرة لأنها سبقت بحرف جر بناء على ما سبق من يستنتج تعريف الاسم المعرب؟ أحسنتم الاسم المعرب هو الاسم الذي تتغير حركة آخره بتغير موقعه الإعرابي؟ والآن من يوظف الاسم المعرب العلم في جمل مفيدة من إنشائه مع مراعاة الحالات الإعرابية المختلفة؟ نعم أحسنتم حالة الرفع العلم يبني بيوت العز والكرم حالة النصب إن العلم يرفع من شأن صاحبه حالة الجر بالعلم والعمل ترق الأمم والآن هيا بنا عزاء الطلبة نقرأ أمثلة المجموعة باء قال تعالى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها قال تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما الموقع الإعرابي لكل مما تحته خط أحسنتم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها الرفع إن هؤلاء متبر ما هم فيه النصب فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ الجر ما نوع الاسم المخطوط تحته؟ أحسنتم إنه اسم إشارة ما الحركة التي تظهر على آخر هذا الاسم؟ إجابة صحيحة إنها الكسرة هل اختلفت حركة الآخر باختلاف الحركة الإعرابية؟ ممتاز لا لم تختلف تعريف الاسم المبني من يستنتج تعريف الاسم المبني؟ أحسنتم الاسم المبني هو الاسم الذي لا تتغير حركة آخره بتغير موقعه الإعرابي؟ والآن من يوظف الاسم المبني تلك في جمل مفيدة من إنشائه مع مراعاة الحالات الإعرابية المختلفة؟ نعم أحسنتم حالة الرفع تلك الطالبة خلوقة حالة النصب كرمت المديرة تلك الطالبة حالة الجر مررت بتلك الطالبة والآن هيا بنا عزاء الطلبة نكون بحل التدريبات التدريب الأول نصنف الأسماء التي تحتها خطوط فيما يأتي إلى معربة ومبنية مع بيان السبب السيارة تنطلق كالسهم تاركة وراءها خطا من غيوم الغبار ممتاز السيارة اسم معرب لأن حركة آخره تتغير بتغير موقعه الإعرابي في الجملة وهي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم كالسهم اسم معرب لأن حركة آخره تتغير بتغير موقعه الإعرابي في الجملة وهي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره نصنف الأسماء التي تحتها خطوط فيما يأتي إلى معربة ومبنية مع بيان السبب في النهاري لا يمكن لأي دورية أن تغامر بالاستطلاع في مثل هذا القيد أحسنتم النهاري اسم معرب لأن حركة آخره تتغير بتغير موقعه الإعرابي في الجملة وهي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره هذا اسم مبني لأن حركة آخره لا تتغير بتغير موقعه الإعرابي وهو اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والآن من يوظف لسم المعرب الطالبة في جمل مفيدة من إنشائه مع مراعاة الحالات الإعرابية المختلفة؟ نعم أحسنتم حالة الرفع الطالبة المهذبة محبوبة حالة النصب إن الطالبة المهذبة محبوبة حالة الجر سررت من الطالبة المهذبة والآن من يوظف لسم المبني هذه في جمل مفيدة من إنشائه مع مراعاة الحالات الإعرابية المختلفة إجابات رائعة حالة الرفع هذه القصيدة رائعة حالة النصب ألقيت هذه القصيدة في المهرجان حالة الجر أعجبت بهذه القصيدة والآن التدريب الثالث نصنف الأسماء الآتية إلى أسماء معربة وأخرى مبنية السوق كيف الذين مدرسة بستان أنا هنا علم سماء نعم أحسنتم بارك الله فيكم الأسماء المعربة السوق مدرسة بستان علم سماء أما الأسماء المبنية كيف الذين أنا هنا إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم إلى أن نلتقي بلقاء جديد ومعلومة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أقصى أقصى إنتهي دورنا أقصى وأرحي قد ترحيجه أقصى 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 صغائق ثقائق أقصى شكرا